موسيقى بالتظاهر رفع هؤلاء أصواتهم في مدينة دالس بولاية تكساس الأمريكية تنديدا بمقتل رجلين أسودين في أقل من 48 ساعة قبل أن يتحول تحركهم إلى حمام دم وصف بالأسوأ بعد أحداث الحادي عشر من أيلول بالنسبة إلى رجال الشرطة موسيقى والنتيجة مقتل خمسة شرطيين بينهم ضباط وجرح ستة آخرين برصاص قنصة نعتقد أن المشتبه بهم تمركز في مواقع بطريقة معينة تمكنهم من إصابة وقتل أكبر عدد ممكن من رجال الشرطة وبحسب التحقيقات فقد قتل أحد المشتبه فيهم بالهجوم وأوقف ثلاثة آخرون بينهم امرأة بعد مطاردتهم فيما لا تزال الشرطة تسعى لتوقيف شخص آخر قال أنه أقدم على زرع عبوات تظاهرة دالس قبل أن تتحول إلى دموية كانت ضمن سلسلة اعتراضات شهدتها مدن أمريكية عدة رفضا لعنف الشرطة تجاه الأمريكيين السود هذه ليست فقط مشكلة السود هذه ليست فقط مشكلة ذوي أصول أمريكية لاتينية هذه مشكلة أمريكية يجب أن تهمنا جميعا علينا جميعا أن نقول أن بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل فنحن نستحق ما هو أفضل كما دع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إصلاح الشرطة بعد تكرار استعمالها للعنف المفرط ولسيما تجاه الشبان السود